وحنروح لإعتراف حكومة السيسي اللي أخيراً اعترفته وقالت إنهم عندهم خيبة تقيلة بعد ما كذبونا وخونونا وقالوا علينا ما قال مالك في الخمر في النهاية طلع نحن صح وطلع هم كالعادة كذبين ونصبين وبيغدعوا الناس شوفوا معي الخبر ده قرينا الخبر يا سيتي قادي الخبر قدام حضرتك رسمياً وزارة البترول تعلن تراجع إنتاج حقل ظهر قلتاني كده وزارة البترول بتعلن تراجع إنتاج حقل ظهر فاكرين يا جماعة لما تكلمنا وقلنا في مشكلة في حقل ظهر فاكري لما قلنا إن الإنتاج تراجع بسبب فكاكة ودهلكة عبدالفتاح السيسي لما طلب تسريع الإنتاج عشان يقول للناس أنا هو بعمل إنجازات وبعدها وبسبب الحفر السريع حصل تسريب للمية في الحقل واتوقف عن الإنتاج كذئياً فاكرين؟ فاكرين وقتها؟ عرضنا عليكم الكلام ده إلا هم بيعرضوا دلوقتي بيقولك أقرت وزارة البترول بتراجع إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً 2022 و23 بعد ما كان بحقق 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في السنة اللي قبلها 21-22 ده بيان الأزارة بيقولك أسه ما عندي ناس مشاكل تقنية ولا حاجة لا 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 ده كلام ده ألوه زمان نعم دلوقتي أقر أن فيه مشاكل مشاكل خلت الإنتاج يترجع 11% عشان كده أنت ما عندكش كهرباء وبدل ما كانت بتطقطع عنك ساعة بقت بتطقطع ساعتين لما طلعنا قلنا لكم الكلام ده طلعوا قالوا إن إحنا كذبين ومش عارف إيه وبنعمل إشاعات تعال بس أقوليك عينا من اللي قالوا علينا في الوقت ده شائعة حقل ظهر أحدثها جماعات الشر تتحرك ضد مصر لضرب اقتصادها يا سلام كنا جماعات شر ولا جماعات ولا شر كنا بقول حقيقة زي ما بنقولها دايما في تاني ولا كفا كده كفا كده شائعة حقل ظهر دي أحدث الإشاعات بقى كانت وقتها مع إنه مطلقتش إشاعة والوزارة هي اللي بتقول تكونش الوزارة هي اللي بتضرب إشاعات الحمد لله يا جماعة ما كانتش إشاع ولا كانت مؤمرة ولا كنا بنتبلع عليهم الحقيقة إنهم فشلة وخوانة وأغبية لأنهم لو مش أغبية كانوا اعترفوا وصرحوا الناس وقالوا في مشكلة من البداية لكن إزاي ما قدروش يعني إزاي يقولوا الناس عندنا مشكلة وإن ده هلكت السيسي هي السبب على كل حال الحمد لله الحقيقة ظهرت ولسه يا ما حتظهر حقايق كتير اتكلمنا عنها وقلنا هلكم ووقتها تعرفوا قد إيه إنتوا بتتعاملوا مع مجرمين في زي حكومة وعصابة كبيرة رئيسها اسمه عبد الفتاح السيسي وشركها